بواقع 200 نقطة أساس قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة لتصل 18.25 للإداع و 19.25 للإقراض خطوة جاءت لاحتواء آثار التضخم الذي سجل نحو 40% وهو أعلى معدل له منذ عام 2017 وأكد بيان البنك المركزي أن قرار لجنة السياسات النقدية اتخذ لأسباب عدة بينها طباط النمو الاقتصادي العالمي واختلالات سلاسل الإمداد ما استدعى تدخل البنك المركزي لحماية العملة الوطنية أمام الأجنبية القرار الفيدرالي لأسبوع الماضي لازم أنا كدولة بيبقى عندي القدرة شوية أن أقدم سعر فايدة أعلى علشان أقدر أكتذب أو أحافظ على حجم الأموال السخنة أو الاسمارات السخنة الموجودة داخل الاقتصاد علشان ما تحصلش عملية خروج مفاجئ أو تخارج من الاقتصاد روح للأسواق الثانية سواء في منطقة الخليج أو البلد المتحدة الأمريكية تستفيد من الفرق داف رفع سعر الفيدة قرار البنك المركزي من شأنه أن يؤثر على الاستثمار والبرصة بحسب المراقبين الذين يرون أنه سيتسبب في خروج السيولة غير الواثقة والمتعاملين القلقين لكنهم يستبعدون أن يكون التأثير لفترة طويلة قرار رفع سعر الفيدة 2% على الإقراض وعلى الإداع انطلاقا من مجموعة من الأسباب يمكن في مقدمة هذه الأسباب أنها تجاب التضخم ولكن ده هيكل تأثير سلبي على الصناعة وخاصة أن المنتجين في هذه الحالة لو كانوا عايزين يتوسعوا في المشاريع القائمة ومش سيقدروا لأن سعر الإقراض زاد وبالتالي هناك على الجانب الآخر لو أفراد عايزين يفتحوا مشاريع جديدة بالنسبة لهم كمان هتكون صعبة لأن هنا سعر الإقراض زاد وتسود التوقعات في الأوساط الاقتصادية أن تقوم البنوك المصرية بإصدار شهادات استثمار بعائد مرتفع لجذب ما يقرب من 750 مليار جنيه مصري هي قيمة الشهادة الذات العائد 18% والتي حل موعد استحقاقها كان البنك المركزي المصري أمام خياران أحلاهما مر فكان القرار برفع أسعار الفائدة بدلا من تعويم الجنيه والأمر الذي انحدث سيكون له مزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين أحمد مصطفى الغد القاهرة